ده كان يومنا النهاردة في نهارك سعيد واتمنى ان احنا نكون قدمنا اربع فقرات تكونوا استمتعتوا بيها في عدد كبير جدا من المواضيع المختلفة في نهارك سعيد اكيد كان معنا فقرة انشات جميلة جدا حقيقة حاولنا ان الفقرة تكونوا هنا اكتر من رغي وكلام صوته كان رائع جدا حقيقة اسلام واستمتعت بطبقاته المختلفة وعرفنا الفرق بين الانشاد والابتهلات ونتمنى بجد يبقى فيه جيل جديد من المنشدين زي الاسامي الكبيرة اللي كانت معروفة في العالم العربي كله مصرية ومعروفة في العالم العربي والاسلامي كله فيرجعوا تاني بقى يشدوا حلهم كده انا مبسوط ان انا كنت معاك حضرت كل نهارة انا كمان يا فندم والله انا دايما سعيدة وانت حضرتك معايا في اليوم انا بدي اخليك يا فندم انا اللي معاك النهاردة في اليوم نظيفة كل سنة وحضرتكو طيبين ان شاء الله التقي بيكو يوم الاثنين القادم اعتقد الاثنين القادم ده هيكون دخلنا في الشهر الجديد اكيد بقى ان شهر خمسة لازم ينتقل ما بيخلص يا استاذ اشرب طويلة والله مش رجل يخلص عموما يعني يومنا النهاردة خلص للأسف الشديد وان شاء الله فريق عمل جديد غدا في نهارك سعيد يا رب سعيد على الامة الاسلامية والعربية كل سنة وحضرتك طيبين اشتركوا في القناة